تتواصل الإجراءات الحكومية للسيطرة على سعر الصرف لكن دون نتيجة ملموسة على أرض الواقع الأراء الاقتصادية في هذا الصدد وضعف الرقابة على المضاربين نتابعه مع أحمد ليث لقيمة ثابتة لسعر الدولار في الأسواق الخارجية جميعها فالتفوت الارتفاع والانخفاض يحصل بفارق اختلاف الساعات دون أي استقرار قد تحقق في سوق بيع العملة الوقوف عند عتبة المائة وثلاثة وخمسين ألف دينار لكل مائة دولار فصعودا هو السلم الذي تتراوح به أسعار الدولار منذ ارتفاعه وحتى الآن حقيقة دون سعرين في بلد واحد من المتناقضات الغريبة جدا فأعتقد يفترض اليوم كما شرع سيد سودان بمشروعه الخدمي يفترض أنه يكون لديه مشروع اقتصادي بحيث يستوعب الطبقات المحرومة والطبقات التي تعاني من هذا التذبذب بالسعر بهذا الشكل الغريب هناك المافيات كبيرة جدا تعمل في هذا المجال هناك صيرفات هناك بعض أصحاب السطوة هناك بعض المحسوبين على بعض الكتل السياسية أيضا يتحقون حقا بسعر السعر في الدولار البنك المركزي عمل على تطويق أزمة الدولار بإجراءات كثيرة لكنه أخفق في السيطرة على تطويق الفارق في الأسعار بالأسواق السوداء وفي كل المرات مقارنة بالسعر الرسمي الذي تتعامل به الحكومة البنك المركزي استخدم كل الأسالي ولازال طبعا الآن خفص الدولار يحتاج وقت يعني ونتائج ملموسة يعني هي مو اقتصاد نظري فقط أكو واقع اقتصادي بالبلد قطاع خاص أكو فهموا القطاع الخاص حتى أخفص قيمة الدولار يبقى دينار العراقي في موقع جيد مضاربة تجار بيع الدولار في الأسواق الموازية قد خلقت نوعا من التوتر في كل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة فانخفاض الدولار يقول اقتصاديون بأنه يحتاج إلى وقت كي يصل إلى مرحلة النزول المستقرة خصوصا مع استمرار الطلب عليه وبالسعر الذي يطرح في الأسواق العشوائية أحمد ليث بغداد قناة الرابعة